السلام عليكم ومرحباً بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن أنا أقول لكم مرحباً بكم في قناة شوبر اديزل بل نبدأ وإن بيان هام يعني من تعص بشأن قضية نهضة بركان واتحاد العاصمة هي قضية اتحاد العاصمة تخص اتحاد العاصمة لأن النهائي سوف يلعب يوم الأحد إلا كاش يعني يخرج بيان يقول لك حبسوا حبسوا بساعة علامة نحن لبالي باللي كما هكا باللي الحد غدي يلبو دوز يلبو ديزنا في لبو هذه اللي لبالي بيها هيا أخت أخرى ما نعرض بسعكم شو مأكدين والله نقول لكم كلمة هذا الوحي أقول لكم باللي مي كنا كانت عندنا نقطة القوة التعنا كان السيد الحاج محمد رو رو هذا لكي تعرفوها لأن الكثير من الناس لا يعرفوه هذا الوحي دو ميل ديز كنت مصر خرج شوشي بالحمرة وخرج نادير بالحاج بالحمرة هل تعلم يا صديقي العزيز بقي شهر الكوب ديمون شهر 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 الكوب ديمون شوشي ونادير بالحاج ميلعموش ميلعموش دو مات وهو من الميلعموش رومي مات دو مات كوب ديمون سقسوا عليها مليح سقسوا عليها مليح الحاج محمد راور هو روzh قال حالهم قال حالهم ولم كانوا聲 ولم كانوا سيخشيik هضرات بزيار ولم كانوا محالح لم يكنوا كإن لحيشرة من كانوا اناس days نادير بالحاج من كانوا كيف في JJ ولم كانوا؟ لم Mancolar كانوا يترى بالحاج كيف تعرفوه يخرج ל�ster كما عائر راخر ريدور كما ذاك معطاوي فلاديمير يدور يشوف الملاعب يشوف التدريبات يدور ويخرج يقول لهم لازم يدير له عقد بشير ويشوف قاعد الجيبال ويشوف تتقسر على الجزائر من سلط الجزائر رحيمة جزائر رحيمة عالية وانأكدت محكمة الرياضية الدولية التاس أنها بصدد معالجة ميلف مقابلتين اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي وأوضح التاس في بيان لها أن الطعن الذي تقدمت به الانتحاد الجزائر لكوة القدم وإدارة نادي اتحاد العاصمة ضد قرار الكاف يعني يرتكز على الأسس توظيف إدارة نادي نهضة بركان المغربي يعني في يعني في حفل كرة من خلال ترسيق يعني القاميس وحسب البايير صادر من هيئة دولية فإنها فإنها بصادر تشكيل لجنة تحكيم لبس في هذه القاضية فإنها بصادر تشكيل يقول لك في اليوم كاين اليوم ولا كاين اليوم يقول لك اليوم في اليوم ولا غدوة لا يمكن أن تستعرف كاعدة روكي لا لعبه ولا لبوه النهائي لا يعرف ناس لا يمكن أن تستعرف وعما أخير وما أخير ما أخير لا يمكن أن تستعرف ملف سحصل يا أخي لا يمكن انت انت بحق انت وحق لكي اخي احنا مع الخاميرون دقيقة تالية اخسرنا وخارجة الناس تغني نورمال يغنون نورمال شو بير بولوسيا دورتمون باريس انجان ما كانت تشوفيها دوزيان ميتو نحضروا برمير ميتو ما كانت تشوفوا له بسعى دوزيان ميتو انا الباردية المزالة شعر مزالة كيماركاشعر باقي لاش بزاف باقي لساعة وشي باقي لساعة وشي حسب الحاجة كنشوفها هنا الحساب بارتيا اللي فاتت و بارتيا هذي اللي غادي تلعب غادي نقول لك باللي غادي روحوا برمير ميتو ما غادي تشوفوا له ما تشوف لا أهداف لا إلا راني نعطي رايي بركان نعطي رايي واسف المباراة بركان بروزيان دورتموند باري سان جنال ما بروزيان دورتموند أنا برمير ميتو ما غاديش تحكم عليه ما نجيب تحكي لك برمير ميتو دوزيان ميتو تشوف دوزيان ميتو تشوفوا لعب خليتال دوزيان ميتو و تشوفوا لعب يعني برمير ميتو بروزيان دورتموند يحوز كيفاش يغلق كل المنافذ وشوت ثاني غادي تشوف باللي وين الباري سان جنال ما تحوز ترمي بكل ثقة لها فماك اللي غادي تشوف بروزيان دورتموند وين غادي تلعب المرتدات ومحاولة تسجيل الهدف هذه هي إلا ما تلقاش هدف إلا ما تلقاش برمير ميتو هذه يا أخويا ونعطيتك رأي نعود لولو القضية سمحوا لي خرجنا من الموضوع لا خرجونا من الموضوع نعود لولو القضية قضية هذه وين قضية كما يقولك رأي فطاس عالية قضية رأي فطاس نورمال قارعو إلا فيها خير مرحبا ما فيها شي نورمال ما فيها ما فيها شي فشغل يدين ما فيها شي فشغل يدين ما فيها ما فيها نسعت صح نسعت رفضون ميلف راخوا حقيقة حقيقة رأي شغل يدين ميلف اتحاد رأي شغل يدين ميلف رأي شغل يدين ميلف حقيقة مشكلة صحيح هذا ما يجب أن يقول لك إلا إلغيت وشارة ديديا وشارة ديديا ويقولون بيوجود اليوم أن القضية هذه قضية سيضرواك رأى أحد يفتحص يفتحص يتقارع على الطعس وماذا سيتخرج يجب أن يتحدث يجب أن يتحدث يجب أن يتحدث يجب أن يكون هناك حقيق يجب أن يكون هناك حقيق لا يتحدث تجب أن يكون أناس ويقولون أنا إن sightدروا إلى هنم كل يوم يكون قانون يجب أن تكون شرعاً تقملك بشكل قبل لا تعمل رئيس الإتعادية نعم فأنت تعمل رئيس الإتعادية فأنت تفعل ذلك أبداً رئيس الإتعادية سمعتك كما قال القوانيين التي تعرفهم او خدمة في لوزان خدمة كل لاحظ في لوزان يجب أن يعمل في روسان يجب أن يعمل في روسان حقيقة كبيرة يجب أن يتجهز من الناس يقول لي بليسة ملك بيتضامن معك يجب أن يعمل في روسان 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 لا تنسوا أن تضعوا فيديوه لا تنسوا أن تضعوا فيديوه لا تنسوا أن تضعوا فيديوه ترجمة نانسي قنقر